سنتقل اتحكمت في levaya أÖتنم في elite وكانه حتى يكون لديه الفتار أريد أن أتحكم في اسرعة هناك طرق كثير من التحكم تحكم سرعة الموتور ممكن تكون سريعتك؟ كيف كانت تحكم السرعة؟ كنت أتحكم بموتور سرعة موتور كنت أحكم الحكم أزود الحكم سرعة أكثر سرعة تزيد هذه الطريقة ممكن أعملها على الاندكشن موتور أو ممكن لو انا موصل لأول مقاومة فأنا بدور بسرعة معانا وصلت طريقة أسر حقيرة وبتسخن على فكرة العربية الأديمة في خط المتر الأولاني تشغلها بمواطير دي سي وبتحكمه بمقاومة يعني الرجل يدخل مقاومة يعني هو حتى عند إيه؟ ونحن الآن الخط الأولاني العربية الأديمة لست موجودة زي ما ولكن لديها عربية جديدة تشغلها بمواطير دي سي ولكن لن نتحكم بها بالطريقة نتحكم بالبالس ويلز موديلشن ايه؟ 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 بالطبيقات موجودة قطع دي سي تشوبر وانا على حسب الفولت اللي انا عمله وبيبلي على المطور بسرعة معاينة ايه؟ عربيات الخط الثاني لا أعرف ولكن المهم ان العربيات الخط الثالب الجديد هو خط التالب كلها تعملها بإنداكشا موتور كيف يتحكم بشيء اسمه فيكتور فيكتور كنترول مثل تدرس في المستر يتعمل فيها المستر بيتش دي نحن في المصانع يتحكم بشيء اسمه يتحكم بشيء اسمه V over F equal constant أو V over F control أحافظ دائمًا الفولت على الرقم يبقى برقم سابق هذه هي طريقة التي نحن نتحكم بها في السرعة والله أنت أريد السرعة عالية فأنا أزود الفريقونسي بس أقلل الفولت فأنا أقلل لك الفريقونسي لأن الفريقونسي يتناسب Direct Proportional أن الفريقونسي Direct Proportional مع السرعة فأنا أريد السرعة عالية أزود فأنا أريد السرعة على V over F حافظ فأنا أريد السرعة الأقل حيث أن تحافظ أيضا أريد السرعة رائد السرعة موضوع موضوع مش سهل زي انت منتخير اه 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 ايه بقى الحاجة اللي انا جيبها افريكا دي عملية معقدة جدا تقاط تحسب لها الكمية ليها بلوك دياجرام و ليها كنترول انتو خلق خدتو كنترول فليها بلوك دياجرام كده و ليها موضوع ده موال فاحنا اكيد طبعا منشانات شغالين كده هنعمل ايه بقى هناختير على جهاز جديد اسمه variable frequency drive او variable speed drive ان كانت مسمياته هو بيعمل نفس function ال VFD او VSD او كما يطلقون عليه في السوق الانفيرتر انفيرتر المواطير اسمه كيف سوق الانفيرتر الانفيرتر اللي احنا عارفين النوعه بيحاول من DC لAC ده انفيرتر بي في هل في ال VFD بيشتغل بنفس الطريقة انفيرتر ونعمل ايه بيشتغل ونعمل ايه بيشتغل نعم ده بيشتغل كل شيء ده بيشتغل ويسطب ويحافظ ويمنتر ويبنيج ويعمل كل شيء ده شكل VFD من شنيدر بيسمونه ال ATV أو ال ATV احلى درايف فيه فونكشن في السوق دلوقتي ودرايف شنيدر عم دراف مصر لا مش رخيص بس ده ممكن يخلي المطور يتشغل بوظرش ده فيه كمية فونكشن المطور غير طوائع وفي نفس الوقت هو كومبليكاتي يعني عشان تشتغل عليه هتتعب قوي فلاول بس بعد كده لما تلاقي ايدك دوس فيه تلاقي ايدك شغالة طبعا المهم يعني ده كل وظيفته ايه ان انا بيخشيلي السبلاي من فوق واطلع عليك ثلاث اطراف من تحت التوصل مع المطور المطور بقى متوصل متوصل ستار متوصل دلتا متوصل الجن اللازر لانه هو مش بيفري معه حاجة انا بتعمل الالكترونيكس وهنا قوة باي الكترونيكس بقى يولوا الرايف substantال باولة الغراز باولة الغراز علشان Polish واضح الرايف أن يعني الله انا بتحكم باولة الغراز هل حلو؟ فدلا"...حصل؟ اتي استعلم ش 패ر تعلم ما هو كيف تقرق التقراب أنت تحفظ التقراب يجب أن أقرأ التقراب إذا أنت تذهب المصنعة للقراب كان شنيدره ايضا أخبرت مصنعة الشنيدره أخبرت مصنعة الثالث كان شنيدر من فاتك أو من دلتا أو من لنز أو من ياسكاوى أخبرت مصنعة شنيدره أنا شنيدره هذا مقابلوق حتى لو سنقوم بأعز السرعة، ستجد أن أجرغك أن تحفظ السرعة والسرعة السرعة وليس كتابل المحمولة سرعة السرعة من سكاوا وال wärenعملوا تسرعة السرعة السرعة ستقديم المشاكل وستجد المحمولة للثارية ستقديم المشاكل ستقديم المحمولة للفعل برنامج سي محدودة كيف يعمل الـ drive؟ يعني كيف تعمل الـ drive؟ هل يعمل الـ drive؟ الـ الـ inverter بالنسبة لي أنا لا أعلى قبل وقع وبالنسبة للـ drive لا أعلى قبل وقع يعني في آخر المرحلة هناك لكن أيضاً لا أعلى قبل وقع هذا الـ inverter بالنسبة لي أنا معي current DC حولوا لك AC فهذا الـ inverter هذا أي حد يعرفه لكنه ما في السوق هو اسمه inverter مواتير هو أنا لو عندي مطور 3-phase ومعي سابلاي single phase ممكن أشغله؟ ومعي سابلاي single phase ممكن أشغله؟ عادي يعني؟ آه ينفع بالـ drive لو معي الـ drive ممكن أشغل 3-phase مطور بالـ supply single phase طب لو أنا عندي سابلاي 3-phase ممكن أشغل مطور single phase؟ آه ينفع بالـ drive الـ drive هي خليك تعمل كل حاجة الـ driverات بتشتغل بـ supply single phase و3-phase كل الأنواع كده لا على حسب النوع فيه سابلاي فيه driverات بس غالي أن في الغالب في السوق شغل بـ single و 3-phase وممكن يشغل مطور 3-phase ممكن يشغل مطور single phase على حسب النوع على حسب الـ drive W support A هل أنا أشغل لك 3-phase وإن أشغل لك 3-phase تمام؟ هذا الـ drive بيشتغل إزاي؟ أنا عندي اسي سابلاي هنا وإن أفترض أنه سابلاي 3-phase هنا سأخذ الثلاث أطراف وأدخلهم على أول شيء الـ drive أول عشر دعونا نشتغل simple ماذا هذا الـ drive هذا الـ drive الـ drive الناس الذين يدعون لا يشتغل كيف يشتغل هذا كل وظيفته أنه يأخذ هذا الـ AC ما يشتغل كيف يشتغل؟ لا يشتغل لا يشتغل لا يشتغل لا يشتغل لا يشتغل بس أنا أقول يا عم أنت بتعمل إيه؟ بأخذ الـ AC ده وطلعه دي سي إزاي ما يشتغل فأنا كده بدا ما بقى معايا 3-phase بقى معايا كم أطرافين بس باجي أحط هنا كاباستر بيعمل إيه؟ وليشتغل؟ بيفلتر عافين؟ عافين؟ تمام؟ باجي أعمل إيه؟ كاباستر ده بيفلتر محطوب جوارك فابر مين؟ يا عم المحطوب جوارك فابر المهم في فلتر جوه بره بس في إيه؟ بأخذ الطرفين الـ DC دول خلي بالك إن إحنا دلوقت اتحولنا من مرحلة 3-phase AC current وصلنا من مرحلة DC current ده إنجاز ليه بقى؟ لأننا هاجي هنا ده؟ هطلعه بقى إيه تاني؟ هدخله على إيه تاني بقى؟ على إنفرتر وبيبقى كنترول لا مش بتحكم في سرعة الإنفرتر ومن هنا بقى بطلع لك ثلاث أطراف ثاني يعني استلمت 3-phase من هنا؟ واستلمت 3-phase وستلمت 3-phase وستلم منك 3-phase باستلم منك 3-phase باستمع مش أي حاجة باستلم هنا باستلم منك 3-phase الـ V constant والfrequency وباستلم منك الناحية الثانية بقى؟ براحتي باستلم منك Frequency Volt variable براحتي وFrequency وFrequency variable variable فأنا حولت باستلم منك فولت ثابت بFrequency ثابت لفولت متغير بمزاجي بFrequency متغير بايه؟ بمزاجي ليه بقى بقولك كلام ده كله؟ مش عنا قلنا أن السرعة بتتناسب مع Frequency؟ طب أنا عايز أزود السرعة أروح على Frequency ها كنت عارف عامل كده بسكيف ويزي السابلاي مستلموا من الشبكة عالي؟ أنا كده كان Frequency بسكيف ويزي السابلاي طب أنا عايز أقلي السرعة فإيه اللي يحصل فالسرعة هتقلي ها كنت عارف عامل كده هنا؟ شايف عامل كده هنا؟ تمام؟ تمام أنا باستارت الموتور أنا أعفك ده كمان كده؟ باستارت الموتور يعني أنه لو مركب درايفر ما بتعيش تجيب سوفت استارت لأنه درايفر باستارت الموتور بتتخش تلعب في البرامتر تجيبت وتقول له خلي بالك أنه عايز تستارت في وقت كده فهو بيبدأ لك الموتور بالستارت اللي أنت عايزه وبيوقف لك الموتور بالطريق اللي أنت عايزه أنت عايز تتوقف الموتور ده بريك يعني إيه بريك يعني إستنتينيوس يعني أنت أول ما تدوس توقف لحظته أول ممكن يعمل لك كده новned إذا كنت اقترب شيئاً وبيدخل دي سي على الفيلد الموتور سي Candle يطكل صعني وي encrypt حتى يدخل دي سي كانت وي دخل دي سي كانت وقفه في الذهاب هل سي Line هل ستجد هو زوجي جميل بني هدم ولكنن تموم بالموتور بيبهد المطور. انت حلو برياضة. ما فيه نيرشيا. حررتك انا دلوقتي بلف كده. مش ليه نيرشيا في اللفة دي. جيت انا فصلت عليك وراح تمديك حاجة تمسكك مرة واحدة. الموضوع عامل زي إيه. انت راكب عربية. هو فكرة البريك أصلا بالنسبة للمطور أصلا. أي مطور فكرة البريك ليج سواء هتوقفه. وماء ميكانيكا ستوقفه. بريك ده بنسبة له حاجة وحشة. الموضوع ده بنسبة له زي إيه. زي إنت راكب عربية. صراعيتك 120 خبط في شجرة. وقفت انت وكل عامل واحدة. الانيرشيا بقى. الانيرشيا دي كلها بتروح فين. بتروح في الروتور. تلاقي الروتور بقي. انت ونصيبك. الروتور الكسر. ما تكسرش. عدد ما عددتش. ممكن فيلد نفسه أصلا. يعني كويلات فيلد نفسه. بس مثلا. حصلت مصيبة. يعني بني آدم. السير يلف. وبني آدم يده نزل تحت السير. هطبق بقى تقول لي. الروتور الكسر. او لا تكسر. انت اصلا. لو ما فيش درايف في اللحظة دي. فانت ايدي البني آدم دي خلاص تهرست. رسميا تهرست. لان ما فيش حاجة توقف لك المطور بشكل لحظي. انت روح تزوز تستوب. ما المطور فيه نيرشيا. معاك بيلف لسه. لكن انا واقفوا ك Realm'? لو عندما عندي درايف. عايزة واقف المطور المطور بشكل لحظي. مثلا في 10 سواني وضربوا لك 10 سواني. عايزة واقفه في 20 سنتين. ثافية. ثافية ذلك بال 5 سواني ، ثاط تهولك في 25 ثاني. ثافيةogy عن 100 سن. ثافية ذلك كلها برامتر哩 تعحت ب 우리가 شع affectsing your autogency غيره، ثافية غيره، وهو شغال اغييره. سغاله. ستغيره. او كان يتقوم بفروردee بري بريرسول عادي بالدرايف انت متخيل اي المطور التي يكون هناك تلتاة أطراف كما هم او اذا لم يتضعوا بالدرايف دا تبادلتش الأطراف وعادي ممكن ان تغيير لكي دائما كنا قمنا في الكلاسي العادة لتخلي البي بري بري بريرسول ليس باية ذلك نبيل أطرافه حين الأطراف تبدل راجبة لكن درايف يتضع لفري بريرسول لا يبدل شئ اريد اي شيء اريد اتابع المطور الساعة يتحب كروت الخاص بالضغط hardened أود أ Ryan عايزة كنترول الموتور ده من بعيد بالدرايف. الدرايف يعمل كل حاجة. الدرايف هو ايديال احسن حاجة تشغل الموتور الاندوكشن هي الدرايف بتاعه. تمام؟ الدرايف بيتوصل بالبي ازي. الدرايف بيتوصل بالكوميونيكيشن. لو انت عندنا كوميونيكيشن في مود بس فانت عادي. الدرايف كلها بتدعم المود بس. اغلبة يعني. لو ما كانش نوع رخيص قوي يعني. هتلاقيه فيه مود بس بيدعم المود بس. ممكن توصله بالبي اي سي. ممكن توصله بالنود ريد عادي اي 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 تي. تلاقي نفسك بتتحكم بالدرايف ده بالنود ريد. تدخله رقم يثبت الفريقونسي كذا. الدرايف يعمل كل حاجة. تمام؟ فالدرايف حلو. هل في مشاكل؟ اه في مشاكل. طيب ما فيه بقى الكترونيكس فيه هارمونيكس. تحفظها كده. الجملة سهلة. بقى الكترونيكس اكوى هارمونيكس. بيعمل هارمونيكس في الشبكة. لان انت تحاول من اي سي لي دي سي ومن دي سي لي اي سي. فانت ايه؟ تحاول تعمل هارمونيكس في الشبكة. بس احنا ملناش دعوة. هارمونيكس دي مسؤولية وزارة الكهرباء ومسؤولية الحكومة. فاننا احنا ملناش دعوة فمش مهم. الكشفات اللي في جديد بتعمل نجكة هارمونيكس. فانناش دعوة. لان هذه الكشفات كلها شغلها باللد واللد وشغل ايه؟ دي سي. هم هاذا بقى بيوركتوا. هم هاذا بقى يروح 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 يوركتوا ازايه. هروح يجيبوا استاتيك في فرا. يروح يجيبوا ايه؟ من الزاق دعوة. هارمونيكس بتقليلي من اللبور كحده? هاتتخليني امي بضحط در قائع. هاتتخليالك بشكل الفلت من الصين. هو ببيع مالشاوش. يجمل لك العلاق. هل احنا نريها دعوة امي Ashley دعوة من لجي قولية حكومة؟ لماذا؟ لأنني تحكمت في الموتور عندك 60 سبلاي يعني عندك محطة شوبرا ومحطة 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 تخيل عندما يوجد محطة يوجد محطة يوجد محطة كثيرة هذا يبهد للشركة نحن جزء النظري فيما يخص الدرايف لا يوجد محطة نعمل عملي على الدرايف نحاول ننجز في نص ساعة نحن نحفظ الدرايف وليس نحفظ مانيوال الدرايف لكن نتعلم كيف نقرأ مانيوال الدرايف ما الذي يهمني في مانيوال الدرايف؟ الكيباد كما رأينا أن الدرايف بقى ليه كيباد الزراير دي هتحكي فيها ازاي الشاشة دي الشاشة دي التكست اللي مكتوب عليها ما هو مش معنى يعني هو ممكن تلاقي مثلا نوع عشان يكتب لك رقم تمانية وبيكتبوش تمانية ليه بيكتبو مثلا كده هيا التكست دي بتبقى كل درايف للتكست بتاعه وبرامترز نحن عاديين بنقول أنا ممكن أستارت منه نفسه من الكيباد أنا ممكن أستارت من البوش بوتون أنا ممكن أستارت عن طريق كيباد أتحكم من برق كيباد أتحكم آپ م nuclei درايف وكل الوم خلال نريد tabs ما نشارتد بيكتبوش أريد أن أغير الـ Frequency عن طريق الكيبات هذا سوف نفعله كيف؟ نحن أنتفقنا أن أول شيء سوف نفعل الـ Startup سوف نرى الـ Ticket في الشاشة وسوف ندور على البرامتر في حالتك كل الـ Drive تشتريه سوف تخش تحمل المانوار الخاص بنا على الـ Net أنا الـ Drive لها من دولك سوف أعطيك برنامج سيميليشن لكي تسطّفه سهل سوف تضغط تدوس نيكست 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 سوف يتسطّف في الأخير ويظهر لك دي في الأخير هذا هو الـ Drive وهو الـ YASCOWA وهذا هو الـ Simulation لا ننخلق على الـ Simulation نحن نفهم نحن نتفهم أننا لدينا الكيبات أنا أريد أن أفهم هذه الكيبات التي تعملي أريد أن أفهم هذا الـ Drive أريد أن أفهم هذا الـ Drive وأريد أن أعرف كيف سوف تحبط البرامتر تمام؟ تمام فهو يقول لك ما؟ فقال لك افتح مانوار الـ Drive وعندما تفتح مانوار الـ Drive سوف تجده 268 صفحة سوف تجده 268 صفحة سوف تجده سوف تجده جاهز في الـ Table of Content سوف تنزل تحت خلص لحد الفيرس وانت ترى أن تريد أن تريد أن تريد أن تريد هذا الفيرس وتكتب رقم الصفحة فوق وتخش منها أو تستعمل لو أنت تدور على شيء معانا فأنت تدوس كده Ctrl-F وتسيرش على شيء معانا التي تريد أن تشاهدها نحن نريد أن نرى هذه الكيبات التي تعمل ونريد أن نعرف شكل الـ Text ونريد أن نعرف نسبة البرامتر الـ Electric Installation سيبك منه الـ Electric Installation سيبك منه سوف تجد حاجة اسمها Startup and Operation تدوس عليها سوف تجد فتح لك Startup and Operation تنزل 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 تجد أول حاجة أول حاجة بشرح لك الـ Lead Operator الـ Keypad والـ Display والـ LEDs يقول لها كيبات ده بيعمل إيه؟ سوف تجد أن كل حاجة لديها رقمها فأنت مثلا رقم واحد رقم واحد يقول لك يقول لك والله هذا الـ Display أيضا تستعمل يقوم بـ Display Frequency وستعمل بـ Parameters وستعمل بـ كل شيء هذا الـ هذا الزراري رقم اثنين أنا لا أفهم هو بيعمل إيه؟ انزل تحت ترى رقم اكام فتجد أنه اسمو اسمو سكيب والله إذا أنت عملتك بيعمليه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ أجد الزراري تحت هذا السموات يقول لك يقوم بيعمل رقم اثنين بيعمل إيه؟ أ interject. إذا لا موجود فوت فأنت أقدم اتضع عليك حemetery أتضع afterward إ cable إذا اتضع إذا اتضعر البوط لو انا عايز اروح للخناير بعدها بدوس على الزرار ده طيب لو انا في فولت لو انا في فولت لو اداني فولت الدرايف اللي ما بيديك فولت لازم تعمله ريسيت برجع عمله ريسيت ازاي؟ بدوس على الزرار ده لونج بريس كل زرار تشوفوا بيعمل ايه؟ مثلا الزرار ده زرار الرن انت رقم كم رقم اربعة انت بتعمل ايه زرار الرن والله انا بشغل سهل يفوش احد الup hour والdown hour انت بتعملي انا والله بسكور او 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 وهكذا الenter ايه يعمل الenter انت عايز تخش معينة ووصلت له تخش ان تخش اتعدل عليه تقف عنده ودوس انتر وهكذا الارقام ده معناها ايه؟ بيقول لك ان الرقم 13 ده مكتوب عليها ريف ده تنزل تغراها تجد ان الرقم 13 يعني ريف لد سيقول لك انزل refer to lid screen display البيجlä C95 ماذا البيج ONPey عندما الطرق يعمل الی الاتعاد يعمل يك lounge الاتقاستivi وهذا فوق وكف فاوت الشاشة حسن الاقص опыт بالدسبليم وهكذا خلاصة انا كده اتعلمت الكيبات دي اشتغل بها ازاي وكل حاجة فيها بتعمل ايه والكلام ده كله في حاجة اسمعها عندك local و re يعني ايه لو و re هتلاقي دي فوق رقمك رقم 11 طب انا عايز اعب في الزرارة رقم 11 ده بيعمل ايه تنزل تحت تلاقي الزرارة رقم 11 تقول لك ايه يعني او انت في حاجة اسمعها تستعمله local يعني ما فيش حاجة تغير البرامتر ده الا من الكيبات ال local بتاعه فانت لو مع اكتب الزرار ده فانت لو ما صحب بوش بوتون ده خلاص اطلاقها هو مش هيتغير البرامتر انت مشتغف تحكي في حاجة الدرايف الا من الزرار ال local بتاعه تمام تمام خلصنا انا عز اعرف بقى text بتاعي يعني انا ما text بتاعي انا حرف سوف تكتبوني زي أنا لا أحدهم حرف زيرو سأكتبون لك كده وإحدهم واحد سأكتبون لك كده هتلاقي مثلا إنت أريد أن أرى شيء ما مميزا حرف م هتلاقي حرف الام يكتبون كده على الدرايف فهو لما يزهار لك دي معناها M حرف الكيو سأكتبون لك كده حرف أو سأكتبون لك كده حرف الن كده الدابيو سأكتب لك كده وإذن كل درايف يدسبيل لها بتاعته فأنت بتخش تشوف وَيُجِلْنَا أنا لا يوجد شيئاً أفضل لك لا زد والأس لن أصدقى عمرك لا تتجد أي شيئ ما تتجد فيها زد والأس لكن عادي تجد حاجة تظهر لك فيها وي 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 ستجد التب يكتبها مثلا إذا لم تقرأ لك هذا الحرف وعندما تتجد حرف الر لان تقرأ لك حرف الر ستجد حرف الر ستجد الر بيكتب كذا والتي بيكتب كذا بانتوا نعرف من كيف؟ من المانور تفتح المانور البتاء تمام؟ تمام دلوقتي اريدون ان نتنقل للمحافifting كيف نعلم الشاشة بالكاتب عليها أمًا؟ وأريد اتحكم كيف؟ اريد اروع الموتور من خلال هذا زرار وأغير الالتوح من خلال هذا الزراير ما هي؟ اريد اروع الموتور من خلال هذا الزراير وأريد اروع الالتوح من خلال الأرقاء يعني من خلال هذا السهم من فوق و هناك يعني أدوس على الثامن اللي فيه ده يقعلي الـ Frequency أدوس على الثامن اللي تحت الثاتع يقعلي الـ Frequency أعمل كذلك إزاي؟ خارطها كثيرا تخش على قامة بـ Parameters هتدوس في الجنب في Timber of Contents هتلاقي تحت بـ Parameter Details هتدوس عليه تمام؟ أول حاجة هتلاقي هو مديك حاجة تسائل عليك Initialization, Application, Tuning, Reference, Settings, Motor, Parameters, Termness, Functions, Protection, Functions الـ Adjustment والحاجات كلها ماذا هذا كله؟ أنت دلوقتي عايز تثبت برامترز الموتور اللي متركب على هذا الدرايف هذا الدرايف ده يدعم رينج موتورز من أول 0 فولت مثلا لحد 1000 فولت أنت عايز تحدد له أن الموتور اللي يركب عليك دلوقتي عام 660 فولت مثلا بتيجي تشوف الموتور برامترز والله هي رقم هي من أول صفحة 90 بترح صفحة 90 تشوف الموتور برامتر اللي انت عايزه بتاع الفولت والـ Frequency بتعدي البرامترز بتاع الموتور هنا تمام؟ يعني ايه؟ بتخليه برامترز بترجعه كما استلامته من المصر فأنا والله أعز أعرف برامتر كم؟ فهتنزل تحت كده تلاقي البرامتر ايه؟ اهو؟ أول حاجة تظهرت ايه؟ الـ Initialization هتلاقي عندك الـ Access Level Selection مش فاهمي الـ Access Level Selection اقرأ التفاصيل بتاعتها تحت بس احنا ايه؟ حاجة تحديد كما استعمال انتشال لنا ما اقرأ الموتور الـ انا فعلا اقرأ الموتور الموتور انت محتاج توحيي إلى برامتر فالـ A1 هذا هو 0-3 و الـ Initialized برامترز هل تعطيه للنصف؟ إنه ثري ويري طب ايه الفرق بقى ما بينهم؟ أنت مش عارب أنت مش عارب هتيجي وتقولك و الله إنت لو مش فارق إنت مش عارب الفرق ما بيني ما بين ما بين انت فانت لو عايز تعرف يعني انت إستITYWIRE دوس روح لي refer to setting 40-04 forward reverse run command pitch cam 101 فانت تروح للPG 103 لو قاية لك عليها يفهمك كلام ده حلم؟ عادي وانا ممكن اكون زيك في درايفر انا جديد او ما اتعامل معي انا مش عايش بهذا فاجأة دوس على الكلام اللي هو عليه عليه اروح للبيتج مية وتلاتة اللي هو عليه عليه دي اهو ايه يعني ايه عم تو وير سيكونس قال لك يعني انت عندك مفتاح لما يعني لو انت موصل بوش بوتون لو انت قفل البوش بوتون اللي متوصل على اس 1 يشغلوا لك فورورد ولو انت موصل البوش بوتون على اس 2 يشغلوا لك ريفيرس حلو فده معنا التو وير نعم؟ horie شخصة لم يعني اس لي واير والله انا مش عارف ب mole انا مش عارف عن اس لي واير وهو يقولك حاليف تعرف اس لي واير ريفير لبيتج كام؟ 98 فأنا راح للبيتج ب HS 28 لا هو علي عليها يعني ايه عم اس لي واير قال لك انه انت عجτο ان تخيله يبقى لابد توصل الى اس 1 ولو انت عايز تستب فتخذه اس 2 دي مش متوصلة يعي اخلي اس 2 دي مش متوصلة اصلا فانا ساعدت اخليهه لك س top ولو انت عايزي التوورد او عايزي التوورد فانت وصل لي دي أخلو لعك فورورد ما توصل لي غاش خليها ريفيرس كلام ده أتلاقي مكتب